ترجمة نانسي قنقر تعد مملكة البحرين من الدول العربية الرائدة في تمكين المرأة حيث تلعب المرأة البحرينية دوراً مهماً في نمو قطاع التكنولوجيا المالية نظراً لدورها التاريخي في تطوير قطاع الخدمات المالية والمصرفية بشكل عام وقد أكد خبراء في المجال المالي والمصرفي أن نجاح قطاع التكنولوجيا المالية يعتمد على الابتكار ومن هنا يأتي دور المرأة بما تضيفه من مساهمة مثمرة وقدرة على اقتناص الفرص المستجدة حيث تسخر مملكة البحرين بالكثير من المواهب الوطنية النسائية في مجال التكنولوجيا المالية وأشاد الخبراء والعاملون في القطاع المالي والمصرفي بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة من أجل تشجيع المرأة البحرينية على التخصص في علوم المستقبل ورفع مساهمتها في مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين وبناء اقتصاد المعرفة منوهين بمبادرات المجلس في هذا الإطار والتي كان آخرها إطلاق التقرير التوازن بين الجنسين في التكنولوجيا المالية فنتك بالتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية لافتين إلى أن حضور المرأة البحرينية بقوة في القطاع المالي والمصرفي عامة وصناعة التكنولوجيا المالية بشكل خاص هو أمتداد طبيعي لمسيرة تقدمها وحضورها النوعي في عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم والرياضة وغيرها